تميزت ثورة يوليو بأنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء وقدمت وجوها وطنية شابة في مصر وحضيت الثورة بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين والعمال وطبقات الشعب الكادحة التي كانت تعيش حياة تتسم بالمرارة والمعاناة المزيد مع رجاء رمزي أهلا بكم تعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو لعام الف وتسعمائة واثنين وخمسين نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري كما أنها عدت منطلقا لكل الثورات وحركات التحرر الإقليمية والعالمية حققت نجاحات غير مسبوقة ففي صبيحة يوم الثالث والعشرين من يوليو يعني الف وتسعمائة واثنين وخمسين تحرك بعض الضباط في الجيش والذي أطلقوا على أنفسهم تنظيم الضباط الأحرار لاستعادة الدولة من نظام الملكية وتأسيس الجمهورية الأولى في خطوة استرداد كرامة الوطن وعزة المواطن أطلق على الثورة في البداية حركة الجيش ثم اشتهرت فيما بعد باسم ثورة الثالث والعشرين من يوليو بعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار أصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة بعد نجاح الثورة أذيع البيان الأول للثورة والذي لخص أسبابها وأهدافها قد فرض الجيش على الملك التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو في عام 1952 عقب ذلك تم تشكيل مجلس وصاية على العرش وتم ترحيل الملك وأسرته إلى إيطاليا على متن يخته الخاص المحروسة فيما كانت إدارة الأمور في يد مجلس قيادة الثورة ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 1953 كان من أسباب قيام الثورة استمرار الملك فاروق في تجاهله لأغلبية فضلا عن الإضطرابات الداخلية والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد والصراع ما بين الإخوان المسلمين وحكومتي النقراشي وعبدالهادي وأيضا قيام حرب فلسطين وتوريط الملك لبلاد فيما دون استعداد مناسب ثم الهزيمة وسوء الحالة الاقتصادية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية تميزت هذه الثورة أنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء قدمت وجوها وطنية شابة في مصر حظيت الثورة بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين والعمال وطبقات الشعب الكادحة التي كانت تعيش حياة تتسم بالمرارة والمعاناة تبنت الثورة فكرة القومية العربية ساندت الشعوب العربية المحتلة للتخلص من الاستعمار كما سعت إلى محاربة الاستعمار بكل صوره وأشكاله في أفريقيا وآسيا كان لمصر دور رائد في تأسيس حركة دول عدم الانحياز هناك الكثير من الانجازات التي حققتها ثورة يوليو في العديد من المجالات مثل الانجازات السياسية كتأميم قناة السويس توقيع تفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عام من الاحتلال البريطاني وأيضا بناء حركة قومية عربية كذلك كان للثورة انجازات تعليمية في وأيضا اقتصادية واجتماعية منها على سبيل المثال قررات مجانية التعليم العام مجانية التعليم العالي فضلا عن مضاعفة ميزانية التعليم العالي وإنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفات التعليمية كما تعتبر للثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة التي عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية فقدت الثورة على الإقطاع وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب كما سعدت الثورة في إلغاء الطبقية بين أبناء الشعب أصبح من الفقراء القضاء وأساتذة الجامعات والسفراء والوزراء كما حررت الثورة الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي هكذا كانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو ثورة بيضاء اتحدى فيها الشعب مع الجيش لتصبح بذلك واحدة من أعظم ثورات العصر الحديث بما اجتازته من تحديات وحققته من إنجازات انطلاقاً نحو الاستقلال التام واستعادة زمام الأمور لتصبح مصر حقاً مصر للمصريين شكراً لكم